بعد ما لعيبتك كانت الوطن الاول لنا في المانيا مع دخول الربيع قررت انا وعيلتي الصغيرة اننا ننتقل الى الريف الالماني في خطوة جديدة في اتجاه تحقيق احلامنا واننا نعيش الحياة بحرية خاصة في الوضع اللي عايش فيه العالم في الوقت الحالي واستجمال الطبيعة في الريف بعيد تماما عن دوشة المدينة الاسوات ديات عندها استعداد ان هي تدخل لك السلام النفسي من غير اي استئذان بس اي رأيكم اي رأيكم في الجمال ده كله اعتقد ان ده احسن قرار ممكن كنا ناخده في الفترة دا لكل الناس اللي متعرفش بقى احنا جينا نقلنا هنا على بيت ابو دومينيك يعني ما خدنا الشقة جديدة زي ما ناس كتير كانت فاكرة والكلام ده كله الخطوة ديات هي مجرد خطوة جدا انتقالية مؤقتة لغاية لما ندخل على الخطوة اللي جاية اللي هتكون واحدة من اهم الخطوات اللي ناخدها في حياتنا كلها حين دلوقتي وصلين بقى لنا حوالي خمسة ايام اول يومين من اول ووصلنا كده كانت الدنيا شتاء اخر حاجة والبيت كان مكاركب جدا 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 من حاجتنا بعد ما كان الحاجة بودومينيك ما زبط لنا الدنيا ومروألنا كده وحتضنا زارع في القودة جينا ضمرنا الجانية حاجتنا كانت نطورها في كل مكان بسبب ان احنا كنا عايزين نخلص موضوعها العربية ده ونرجعها باسرع وقت المكتب الايجار لاننا كنا مؤجرينها يوم واحد بس فكنا قاعدين بقى بنزبط حاجتنا بقى الفترة اللي فاتت نبني كده منطقة الراحة بتاعتنا الصغيرة عشان نبدأ بعد كده نستكشف بقى المنطقة الوحيطة ونطلع خباياها كلها بازن الله الفترة اللي جاية ده البيت بقى اللي احنا عادينا فترة ديات بيت ابو دومينيك او احنا عادينا كده فوق في الشقة الصغيرة ديات او القودة الصغيرة اللي فوق ديات يعني حاجة صغيرة كده هي اصلا قودة دومينيك القديمة نفرقش كتير عن الشقة اللي احنا كنا عادينا فيها اصلا كل المساحة دي ماشاء الله الجنينة بتاعت البيت بتاع حماية ده غير كمان ان فيه جزء خالفي وراء البيت ده يعني مساحة كبيرة جدا هتكون كويسة لنا عشان يعني نعمل فيها شوية اكتيفتيز في ازل الحظر والكورونا وعدم التحرك في اي حتة ده غير كمان ان عنده مزرعة صغيرة كده هنحاول ان احنا نعمل منها فيديوهات كتير الفترة اللي جاية فانتظرونا السؤال من الاهم الاسئلة لتكرارات الفترة الاخيرة هو احنا موجودين في اي مدينة واي قرية او اي مقاطعة من المقاطعات يعني فين اللوكيشن بتاعنا بالزبط احنا موجودين في مقاطعة ميكلنبورج في برمن دي مقاطعة موجودة في شمال المانيا واحنا بالتحديد قريب جدا من بحر البلطيق جنبنا هنا مفيش حوالي 15 دقيقة ويس يعني هنحاول ان احنا بقى نكون مستقررين هنا الفترة ديت لغاية لما نشوف الاوضاع مع الكورونا هتكون عاملة ازاي وان شاء الله هنحاول ان احنا نزود لكم المحتوى بشكل اكليد عن الايام اللي فاتت يعني خاصة ان انا مكنتش بنزل فيديوهات كتير موسيقى 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 حضرنا في سنة دلوقتي عشان نطلع برا في ووك جميل في هذا الجو العظيم برغم ان احنا في الربيع بس برضو الجو ده مش متوفر كل يوم يا جماعة موسيقى موسيقى يونس ليس مستعد يونس من الاماكن المفضلة لولا النوم هو السترولر لما يبقى مقريف قوي ويعني مش عارفين نعيمه ازاي بني جواخدينه على برا على طول اركب السترولر يا معلم ديقتين ويتلاقي فصل موسيقى 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 القارئ اللي احنا عادين فيها دلوقتي كل اللي فيها حوالي خمس بيوت قول عشرة بالكتير جدا كل البيوت دي اتبعيد عن بعض يعني مش جنب بعض خلص يعني الواحد دميبع عند عامة منويل كده قادت في البيت ما فيش حد حواليه فاحنا حرفيا قاعدين في وسط الغطان الجميلة دي موسيقى 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 حركة المرور زي ما انتو خشفين كده خفيفة جدا وكل الطريق للي انا فحنا نحاول بقى نستخدم رمضان والطبيعة والخلابة اللي موجودة هنا ديت عشان نربي روتين عندنا نحنا كل يوم قبل الفطر كده نطلع نمشلنا شوية ساعات باخد اعجلة والف هنا صراحة الدنيا في الربيع مختلفة تماما 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 عن الشتاء يعني انا جيت هنا مرتين وكل مرتين جيتهم في نفس الشهر شوهر الهدى عشر فما قدرتش يشوف المانيا والريف الالماني والكلام ده كله اوي بس دلوقتي الوضع مختلف مختلف الالوان في كل حتة موسيقى 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 كلها وكمان انه اكتر لنرغة ان التوالد بير متوفرة هنا بجدارة جايين بقى النهاردة نشتري حاجات ليونيس عشان بدأ يكريف وبدأ يبقى نفسه في الاكل في الاكل امه ماشي طيب ها هتأكل خالص كبرت كبرت و هتأكل نشوف لسه يعني هو بدأ تظهر عليه علامات الاكل بنحضر يعني نفسنا كيف يشبك معي عندما يشبك؟ محمد يريد أن يشبه كل مصادرات لأنني لم أرد شيئاً كثيراً ولكن كل ما أرى شيئاً تلاقيني بحطها في البدعة تقول لي أنت عمرك ما شعيتي الحاجات دي تقول لي أنت غلطاناً بجيبيني الصور ماركت وانا صاين لما كنا في ليبسيك كنا بنشوف ناس كتير بتلعب البتاع دي دي حاجة كده عملة زي ريشة الطايرة بس على أسرع شوية يعني سريع من ريشة الطايرة بنحاول بقى اليومين دولة نتضرب عليها شوية دومينيك شطرة فيها وأنا فشل جداً في الموضوع ده عمري ما لعبتها بل كده بس احزري مني يا دومينيك يلا لعب لنا جيم دي ريشة بتاعتها مفروض عمرها ممكن يكون خمستاشر سنة يلا بينا هل تستطيع معي؟ يا دومينيك مش فوق البيت مش فوق البيت متى ما كميش عليا معلش يعني اشتركوا في القناة لا امت كنت اشتركوا في القناة هنا عشان نزبط شوية اوراق ونرتب حياتنا الروتينية العادية زي ما انتم شايفين كده. اوراق طايرة في كل حتة وليونيك تايها في النص. واحدة من الحاجات اللي كانت من خلانيا بنشغل عنكم الفترة اللي فاتت ان انا كنت مشارك في فيديو كليب رمضاني اغنية للفنان حمود الخضر الفنان اللي انا بحبه جدا واللي بقى دلوقتي صديقي. وفيديو كليب شاركت فيه انو مجموعة من افضل صناع المحتوى في الوطن العربي بيتكلم عن الصداقة واهمية صديق العمر والكلام ده كله كانت حاجة كده انا متشرف ان انا شاركت فيها السنة دي من اجملت حاجات اللي حصلت الفترة اللي فاتت في حياتي يعني عمتا. تابلوكم لينك في الديسكريبشن دروحوا تفرجوا عليها يغنيها باسم سلامي حتى لبتت سلامي هتلاقيها على طول. كانت حاجة عظيمة جدا. واحد بقى من الحاجات اللي كانت الفترة اللي فاتت معطلنا عن عمل فيديوهات ان احنا ما كانش عندنا نت خالص هنا في البيت بتاعنا ده. بس الحمدلله قدرنا نزبط راوتر بشريحة متحركة. يعني حتى لو قررنا نسافر في المانيا في اي مكان راوتر ده ممكن يكون معنا. ولزبطهولي محمد طنطوي الفلوجر اللي عايش هنا في المانيا قدر نزبط لنا حاجة كده وعرض رهيب. انا عارف ان انا اسبابي كترة الفترة الاخيرة بس انا خلاص قررت انتظم. بس بشرطة واحدة جمعا. بيبقى فيه اتفاق ما بيننا كده. انا علي صنع المحتوى وانتو عليكم التفاعل. كل ما هتعمله تفاعل اكتر وكل ما اللايكات هتزيد اكتر والكومنتات والشيرات. كل ما هتلاقيني بعمل محتوى بازن الله مش هتشوفوه في اي حتة تانية. وهكون كده بحط كل مجهودي وبقى متحمس كده من كل اللي جواه. كده دي كنا هات الفيديو النهاردة. اتمنى ان هو يكون عجبكم. واستنونا بقى كل يوم سبت وثلاثة على معادنا. واشوفكم في فيديو جديد وايه? السلام. اه صحيح. يوم التلاتة الجاي بيزن الله هيكون قصة جديدة من حكاية عفيفة. انا عارف ان السلسلة دي عجبتكم. عشان كده هنحاول نكتر منها الفترة اللي جاية. السلام. اشتركوا في القناة